أكد رئيس الهيئة الوطنية للأعلام حسين زين ضرورة التنسيق والتواصل الدائم مع البحرين لتفعيل العمل الأعلامي المشترك من خلال التبادل والإنتاج البرامجية وتكتيف دورات التدريبية والتبادل للخبرات والتجارب الأعلامية جاء ذلك خلال استقبال زين وزير شؤون الأعلام بمملكة البحرين رمضان بن عبدالله نعيمي حيث بحث الجانبان سبلت عزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الأعلامية وخلال جولة تفقدية داخل استوديوهات الوطنية للأعلام بمسفيرو أشاد وزير الإعلام البحريني بعراقة المبنى وتاريخ الإعلام المصري وتراته الفني والتقافي الفريد كما أبدأ أعجابه بالتقنية الحديثة بالاستوديوهات وأثناء الاحترافية ومهنية الكفاءات والكوادر الإعلامية المتميزة التي تدخر بها القلعة الإعلامية الوطنية العريقة بمسفيرو ترجمة نانسي قنقر